ماشي أماني أماني ها؟ ايه في حاجة؟ لا قابل عن إذنك أماني هو مين الجدع اللي مشت معاه أماني ده؟ مش عايرف هو شكل كده يشبه الجدع عن اسمه حاربي ده أماني بتتكلم عنه وبتكتب عنها المواضيع الأخرانية حاربي؟ ها؟ قل لي جابك الجورنال النهاردة ها؟ كنت عايزة احتزلك واشرح لك موقفي اتفضل أنا سمعك ها؟ نسا يا ماني أخوك يا أكرم باشا من يوم ما قرقت بالسجن هو حاطتني في دماغه لا طيقني ولا هضمني وقديكي شفت بنفسك كان بيتعامل معاه إزاي في الإسمي وما تقابلنا أول مرة ها؟ وبعدين؟ شوف انت بقى الرجل اللي مش طيقني ده لما يعرف اني بقابل أخته وبكلمها وبقى في بينا لغة شوف انت بقى هيعمل ايه؟ حاربي انت بتعمل حاجة غلط وخايف اني أكرم يعرفها؟ لا مش قصدي وما القصدك ايه؟ أنا خايف خايف؟ اللي عرف عنك انك إنسانت شجاع وقلبك جريء وانك عمرك ما بترجع عن حاجة انت مؤمن بيها لا يا أنسة أماني بتفهمينيش غلط أنا مش خايف على نفسي أنا خايف عليك انت خايف علي أنا؟ انت أصلك مش فهم حاجة انت انت بالنسبالي يعني انت حاجة انت أصلك حاجة تانية انت حاجة تانية خالص يعني انت غير أي واحدة أنا عرفتها في حياتي غير أي واحدة خالص يعني لما بشوفك لما بقبلك يعني أصد لما بقبلك يعني لما بتكلم معاكي أو لما بتكلم معاكي بحرم يعنيك بتسمعيني يعني انت بتسمعيني وأنا أه؟ أنا بقى مش أنا مش عارف أن أقول إيه؟ الظهر إنك قلت أكثر من أنت حايز لا والنبي يا أستاذ أماني ما تفهمنيش غلط أبواب الأزة واسعة وأكرم أخوكي عشان يئزيني ممكن يئزيكي وأنا مقدرش أستحمل أنك تتئزي من تحت رأسي انت غالي عندي أولسة أماني غالي عندي أول وأنا مستحيل أسمح لأي حد يئزيكي حتى لو كان أخوكي أنا 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 مش عارف أرد عليك أقولك إيه؟ بتقوليش حاجة أنا بس يعني قلت عايزة إن أنا عشح لك موقفي وإن أنا عتزيلك يعني وإنك تسمعيني عن إذنك بصر عايزك تواندي الحاجاتي هناك وأنت عايزك توانطب الحتة دي كلها زين يلا بينا نغير هدوبنا عشان نلحق لنوح معدنا أكل أبرك أقول ولم الإرادو دي المعلمة ومصبعنا على العشة ربنا معاكم ويوفقكم إن شاء الله عدلي بيه حربي وزين يا ساعة الباشر شكرا أفلتها أفضل 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 مين يا فاتحة؟ ما حادش مرد يا أهلا طب استاني أنا اللي هرد أفضل أولوا أولا زمان يا ميزة من زمان ما سمعت صوتك مين معا؟ إيه نسيت صواتي أو إيه؟ معذورة احنا بقى لنا سنين ما كلمناش بعض في التليفون صلاح انت خرجتي امتا؟ من فترة قريبة ازاك يا مايسا اخبارك ايه؟ و ايه اللي خلاك تتكلم دلوقت؟ عاشتينة من نفس قبلك انت اكيد تجننت ولا عاوزش في حب القديمة يا مايسا يبقى تجنن؟ تكري زمان يا مايسا يام الجامعة فاكرة كونا بنتقابل فين؟ فاكرة ولا نسيتين؟ استناك هناك كمان نص ساعة بتتأخرش علي صلاح انا بحبك بحبك يا صلاح بحلم باليوم اللي كن فيه في بيت واحد مع بعض بس امتا دا يحصل؟ امتا يا صلاح؟ بحبك يا مايسا بحبك يا صلاح ومنونها فين؟ في النصف تتحدى الأكل انا بارحة ساعة دا مرحة سميتك مجورة ملعا تمتا اماني مبسوطة دا عاردة كذا ليه؟ مش عارف يا حبيبي مش عارف مش عارف اسبري يا مية لما سخن الأكري وأكرم فيك يا مونك يا عائل اللي حضوتنا الجوع يا يا ماني اللي يشوفك النهاردة ما يشوفكيش مبارح إيه اللي حصل؟ ما فيش يا بابا عادي عادي يا ماني زكا ميزا يا والله زمان عايز مني ايه صلاح أبدا حاشتيني كنت عايزة أشوفك صلاح أنا دي بلاتي ستة مجوزة وعلى زمة راجل وبعدين الكامبيني وبينك انتهى من زمان ما عتقدش من انتهى وإلا ما كنتش جيتي انت تصلت بيه اللي يا صلاح عاوز أسألك سؤال واحد بس وتمشي على طول اتفضل انت سعيدة في حياتك مع جوزك؟ نعم سعيدة في حياتك مع عادي طبعا سعيدة إيه السؤال اللي انت تسأله ده ممكن سؤال كمان؟ سؤال ايه؟ انت اللي خدت المستندات من مكتبي ودتال عدلك مايسة أنا مستني إيجابتك انت اللي خدت المستندات بقى انت متصل بيه وجايني لحد هنا عشان تسألني الأسئلة الغبية دي؟ لأ طبعا ومالكوت عايز تقابلني ليه؟ عشان بجد وحشتيني وكان نفس اشوفك عن إذنك؟ مايسة؟ ايه؟ ايه؟ دي تليفوناتي موبايل وتليفون الأرض لو حتكت أي حاجة أي حاجة تكلميني على طول وباسمحيلي من نقطة الثانية هتصل التطمين عليك اشتركوا في القناة